في جسمك مصنع سكر ايه مصنع السكر في الجسم؟ الكبد ازاي؟ الكبد خلايا بتخزن سكر الجلوكوز الزيادة في صورة جلايكوجين وطالب تقولها سأنا وتعرف عشان خلايا الكبد فيها حاجة اسمها الشبكة الاندوبلازمية الملساء دي اللي بتحول الجلوكوز الزيادة الى جلايكوجين مخزن في خلايا الكبد طيب في حالات الصيام والجوع بيبدأ الجسم ياخد المخزون ده يبقى انا مخزن السكر عندي جلوكوز 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 بيعمل جلوكوز كتير بيعمل جلايكوجين في حالات الصيام في حالات الجوع في حالات المجعات بيبدأ الجسم مستوى الجلوكوز في الدم يقل وده يهدد حياة الإنسان بالخطر يعمل حاجة اسمها هايبوغليسيميا لأن الجلوكوز ده مصدر للطاقة فيبدأ هرمون الجلوكاجون من خلايا ألفا في البنكرياس خلايا ألفا في البنكرياس فيها زي حساسات كده تقول إيه ده الجلوكوز قليل ده الإنسان ده يموت آه أنا لازم أفرز الهرمون بتفرز هرمون إيه بقى؟ الجلوكاجون هرمون الجلوكاجون بيحول ياخد من المخزن اللي هو الجلايكوجين يحوله الجلوكوز في الدم عشان نوزعه لكل خلايا وأنسجات الجسم إذن وده نوع من النجات الفيدباك أو التغذية المرتدة السالبة اللي هو قلت وسميته قبل كده الأوتوماتيك بتاع الجسم لحفظ الهوميوستيس أو الاتزان الداخني إذن إنت لو ما أكلت السكر ما تقلقش ما تخافش مش هتموت عادي يعني لأن عندك مصنع حتى فيه هرمون اسمه الكورتيزون وميكانيزمات كتيرة في الجسم بتقدر تحول الدهون أو البروتين إلى جلوكوز يعني لو عندك دهون في الجسم أو عندك بروتينات ممكن تتحول لجلوكوز ويبدأ الجسم يستفيد للحصول على الطاقة لأن الخلايا الجسمي بتحب الجلوكوز الأحياء ببساطة مع تميم نهاركم سعيد نهاركم ببساطة مع ترجمة نانسي قنقر نهاركم ببساطة مع ترجمة نانسي قنقر